بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوف الفيديو ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بخير يا رب احنا عند شعبان الفيومي في مبنى الف الدور الاول وهنشوف بقى عنده اه مجموعة من الموبيلية التحفة بداية كده اول ما دخلنا لقينا الركنة دي طبعا انا تخيلت ان هي ركنة واحدة اه لانها كلها لون واحد وتقريبا شكل واحد فتخيلت ان هي واحدة بس كبيرة قوي لكن هما فصصوا لي بقى الموضوع قالوا لي لا ده الركنتين هما اين عملون بعض بس هما اتنين مش واحدة دي اول واحدة معانا الركنة بالكرسي بتاعها بالترابيزة ده شكلها طبعا حاجة كده كسر كسر زيرو محترمة جدا نظيفة جدا جدا زي ما انتم شايفين شكلها كده بصوا عاملة ازاي طبعا وهم بيهتموا اوه بموضوع الخشب ان هما بيجيبوا حاجات اخشاب كويسة جدا ده الكرسي بتاعها ودي الترابيزة آآ الخاصة بيها وبرضو هنشوف الركنة التانية ده الكرسي بتاعها برضو آآ باقية الركنة اهيه ومعاها الترابيزة الازاز دي بصوا ده شكلها كده احنا معانا ركنتين مش ركنة واحدة والاتنين زي ما انتم شايفين كسر زيرو مفهمش اي دفوع حالتهم ممتازة نعتقد يعني ان هي ممكن كمان تنفع على عريس لو حابب يجيب آآ ركنة خشب كويس وحالة ممتازة فدي تنفع جدا ليه طبعا شعبان في سوق التنسي الحضاري آآ على طريق الاتسطراد اخر صور المجزر الالي ده عنوان السوق وهو آآ المعارض بتاعته في مبنى الف الدوري الاول في كمان معانا الصالون ده الناس بقى اللي بتحب الصالونات المدهبة معانا الصالون ده اتنين كرسي آآ بصوا اللي ده الشكل بتاعها دي الترابيزة اتنين كرسي عادي واتنين كرسي وينجز والكنبة طبعا نساب لكم رقم آآ جمعة عشان لو حابين تتواصلوا معايا تسألوا عن اي حاجة آآ يرد عليكم في كمان معانا القوضة دي القوضة دي آآ سرير وآآ الدولاب والسرير بس وهنا آآ دي قوضة نوم برضو معاها التسريحة والسرير والكمودينو والتسريحة آآ القوض دي يا جماعة قوضة النوم الكبيرة عندنا بتبدأ من اول تلسين الف جنيه وانتو طالعين قوضة النوم الولاد الاطفال بتبدأ من اول خمستاشر الف جنيه برضو وانتو طالعين شفتوا مجموعة من المراتب هتلاقوا في مراتب الف ونص وفي بالفين وفي مراتب قطني كمان هنشوفها برضو مع بعض قط النوم دي برضو حلوة قوي القوضة دي معاها اتنين كومودينو معاها التسريحة معاها عسكري هنفتحها برضو ونبص عليها بصوا زي ما انتم شايفين كده حالتها ما شاء الله حلو قوي ده العسكري بتاعها ده جمعة جماعة وبيفتح لنا بقى الدولاب يفرجنا عليه القوضة كلها رخام القوضة دي بخمسة واربعين هو ده شكل الرخام الموجود على العسكري وموجود على التسريحة وموجود على الكومودينو بصوا ده السريرة وهم من الجنب كده هنشوف بقى التسريحة بتاعتها كمان اهي التسريحة في كمان معانا قوضة مودر ان هنشوفها برضو قوضة نوم كبيرة اهي بصوا فوق آآ شفونيرة والاتنين كومودينو والدولاب اهو وفيه كمان معاها وحدة ارفف هنشوفها برضو بصوا كمان السرير اهو بس كده هيوسع السرير عشان نشوف الوحدة اللي معاها اللي هي الضالفة اللي قدامنا دي بصوا الدولاب بقى من جوه التقسيمة بتاعته مقسومة نصين نص شماعة ونص ارفف وبرضو انحي التانية نص شماعة ونص ارفف وتحت فيه ادراج القوضة دي سعرها خمسة وتلاتين الف بصوا برضو الجنب ده على فكرة تقسيمتها حلوة جدا وتحت الادراج حالتها وفوق الممتازة زي ما قلتلكم هنا الشفونيرة والشماعة والاتنين كومودينو وبصوا بقى دي الضارفة اللي انا بقول لكم عليها دي وحدة ارفف زي ما انتم شايفين كده ملحقة بيها ومعانا كمان التسريحة وفيه كمان البنكت هنشوفهم مع بعض دي التسريحة اهي والبنكت عليها وسعرها خمسة وتلاتين الف ده كمان دولة فضية حجمه صغير وشكله حلو جدا ودي قوضة نوم بقى اطفال بس ما شاء الله دولابها كبير دي التسريحة والكمودينو وبصوا الدولاب ما شاء الله يعني حاجة كبيرة ومعانا السريرين ومراية التسريحة قوضة الاطفال عندنا بتبدأ اسعارها من اول خمساشر الف جنيه وانتو طلعين ده كده دولاب فرضاني ودي كانت اخر حاجة معانا النهاردة يارب بتكون جولتنا النهاردة عجبتكم ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشيل الفيديو لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة اشوفكم في جولة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته